بخطوات ثابتة يتقدم الجيش الوطني باتجاه أهدافه العسكرية في هذا الجزء السهلي من محافظة حجة إلى الشمال من غرب اليمن أشرس المعارك دارت خلال الأيام الساعة الماضية في أطراف مديريتي عبس ومستبة حيث تمثل جزءا من المسرح العملياتي للمنطقة العسكرية الخامسة التي خاضت قواتها قتالا شرسا خلال الأشهر الماضية لاستعادة مديرية ميدي أحد أهم المراكز التابعة للإنقلابيين على ساحر البحر الأحمر وخلال معارك الساعة الماضية أكد الجيش أن قواته حررت مواقع وقرى جديدة كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في أطراف مديرية عبس وذلك إثر هجوم مباغت شنه من ثلاثة محاور على قوات الإنقلابيين وشملت المناطق المحررة أجزاء من عزلة بني حسن بمديرية عبس واستعادة قرية مشارف آخر قرى مديرية حيران ودحر الحوثيين باتجاه مستبة وفرض السيطرة النارية على مثلث عاهم بحرض الذي يبعد مسافة كيلو متر فقط وتمكن الجيش من قطع إمدادات الميليشيا الآتية من عبس ومستبة المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأسر خمسة من هذه العناصر بالإضافة إلى استعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة المقاتلات السعودية شاركت في معارك الساعة الماضية بخمس غارات مركزة استهدفت من خلالها مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في جبهات القتال مما أسفر عن سقوط قتلى وجرح من عناصر الميليشيا وتدمير معدات قتالية تابعة لها تسعى قوات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني من خلال هذه المعارك إلى استكمال تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم والتقدم جنوبا باتجاه مديرية عبس يأتي ذلك فيما تنظي المعارك في هذه الجبهة المهمة جدا ببطء شديد لكنها تحقق نتائج ممتازة وتشير إلى مسعى جديا لاستكمال السيطرة على الساحر الغربي وهو هدف ذي أولوية بالنسبة للتحالف في ظل السمرار إطلاق الصواريخ الحوثية على العمق السعودي حيث يعتقد أن هذه الصواريخ تدخل اليمن تهريبا عبر هذا الساحل ترجمة نانسي قنقر